شارك سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الحدث رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقام في مقر مجلس حقوق الإنسان في جينيف وقد ألقى وزير الخارجية كلمة أنهنأ فيها مجلس حقوق الإنسان بهذه المناسبة مشيدا بجهود المجلس في دعم الكرامة الإنسانية ولفتها وزير الخارجية في كلمته انتباه ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى المأساة الإنسانية المروعة في غزة حيث تنتهك كافة حقوق الشعب الفلسطيني على مرأة من العالم داعيا إلى ضرورة أن يتخذ المجلس موقفا حازما تجاه هذه الانتهاكات تأكيدا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقال وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتعهد في هذه المناسبة بتطوير إطار وطني شام لحقوق الإنسان مع خارطة طريق وجدول زمني واضحي المعالم لتنفيذ التزاماتها ومشاريعها في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز قيم السلام من خلال المنظومة التشريعية وإطلاق مبادرة للحصول على دبلوم في دبلوماسية التعايش السلمي بهدف نشر ثقافة السلام والإخاء والتضامن مؤكدا أن مملكة البحرين تحث الجميع على التمسك بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكرا سيد الرئيس يصري بداية تهنئة مجلسكم الموقر بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأشيد بجهودكم الرامية إلى دعم الكرامة الإنسانية ولا بد لي في هذا المقام اللفت الانتباه إلى مأساة إنسانية مروعة حيث تنتهك كافة حقوق الشعب الفلسطيني على مرء من العالم ومن الأهمية أن يتخذ مجلسكم موقفا حازما تجاه هذه الانتهاكات تأكيدا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وانطباقه على الجميع أن مملكة البحرين تتعهد بتطوير إيطار وطني شامل لحقوق الإنسان مع خارطة طريق وجدول زمني واضحين وسنعمل أيضا على تعزيز قيم السلام والتسامح من خلال منظومتنا التشريعية وأطلاق مبادرة للحصول على دبلوم في دبلوماسية التعايش السلمي بهدف نشط ثقافة السلام والإخاء والتضامن وختاما فإن بلادي تحث الجميع على التمسك بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكرا لكم شكرا لكم